استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر عددا من كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة وعددا من الوزراء والمسؤولين وذلك بقصر الإقضابية صباح اليوم وقد تبدل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور الأحاديث الودية والأمور ذات الصلة بالوطن والشأن العام وفي هذا الصدد فقد استذكر سموه دور الرجال الأوائل في البحرين وعطاءهم وبذلهم من أجل وطنهم منوها سموه ضمن ذات السياق بالمخزون التراثي والتاريخي البحريني مؤكدا على ضرورة حمايته وتوثيقه لدوره في الحفاظ على الذاكرة الوطنية من جهة ولأنه يعكس أصالة الوطن وعراقته ودور رجاله الأوائل من جهة أخرى وأن الأجيال المتعاقبة يجب أن تعرف بهذا التراث والموروث وإبرازه في شتى المحافل بعدها تناول صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية والدولية حيث أكد سموه أهمية التمسك بالترابط والتعاون العربي لصد استهداف كل ما هو عربي فبمواقف الواحدة والتعاون المشترك يمكن للدول العربية أن تحافظ على تمسكها وقوتها فالأحداث التي مرت بها الدول الوطن العربي لا بد من الوقوف عندها وأخذ العبار منها خاصة تلك التي خلقت أوضاعا لا زالت الدول العربية تعاني منها ترجمة نانسي قنقر